يجنبوها الخطأ يجنبوها الخطأ هذا في مكان آخر مع الأسف لأنه يدعى الوقت ربما أشير إلى نقطة دقيقة الصفحات فيما بعد يعني بعد الزور مثلا لأن لا يدعى وقتكم هلا المثلة المهمة إذن يبدأ بالمراسلة إلى خاج ناسير بعنواني أنه رئيس الحكمة والفلاسفة في ذلك الزمان ويعني أقوى الحكمة والفلاسفة المشأون المشأين نعم ويطلب منه المساعدة يقول أنا في خمسة عشر سؤال مسائل مشكلة أجد بين نتيجة العيان ونتيجة البرهان اختلاف فساعدني لأن نستطيع أن نحل هذه المشاكل هناك أرجع إلى مسألة معرفة الحقيقة لأنه يبدأ أقوى نبي قبل كل شيء قبل أن يترى الأسئلة يشير إلى يعني يقدم رسالة كتبها من قبل يعني رسالة كتبها قبل ذلك الزمان وهي في نظري أفضل رسالة إبستيمولوجية يعني في المعرفية كتبة في الهدر الإسلامية على الأقل في الزمان القديم يعني إلى يومنا هذا في نظري يعني دقيقة جدا جالبة وهو الموجود في أيديكم اسمها الرسالة المفسحة بين كروشيل يعني أنها ليست مكتوبة لخاجي ناصير توسي كتبها من قبل ذلك ولكن يرسلها مقدمة يعني نتيجة هذه التفكر المعرفي بمعنى إبستيمولوجيك يعني نتيجته هو هذا أنه طريقا فقط يعني توسلا إلى الحقيقة فلابد من جام بين هذا الإسلام فأطلب منك الحل لهذه الخمسة عشر السؤال مسألة مهمة في العالم الإسلامي بل في العالم البشري وهو سبب الأسليب في نظري بترحي هذا الموضوع العقل في القرآن والحضر الإسلامية المسألة الأسلية الأسيرة لكل إنسان هو كيف نجد الحق كيف نجد الحق النظري ومهم أهم من ذلك كيف أعرف ماذا علي أن أفعله أو أن لا أفعله لأن هذا أكثر أهمية لأننا نحن مطلوب بالعالم بذلك حتى ديكارت الذي كان في النظريات أب لنظرية الشك القوي ولكن في العقل العملي يقول يعني لابد أن نعمل بما وصل إلينا من أجدادنا إلى آخر لأننا لنستطيع أن نترك العمل نحن كشخص في غابة في غابة أمام طرق مختلفة لا يمكننا أن نجلس إلا أن نعرف كل أي طريق يوصلنا إلى مكان ما لابد أن نختارها ولو أن لم نعرفها فعلا يعني باليقين أن هذا الطريق يوصلنا لمفر من ذلك إذن السؤال المهم نقول دائما الإنسان سؤال له سؤالات مهمة من أنا من أين جئت إلى أين أذهب أين أنا ولكن أهم كل هذا السؤال بماذا علي أن أفعل ماذا أفعل أو لا أفعل إذن فيل ترجمة نانسي قنقر